شيء ثاني أحبائي قال الملاك للقديسة مريم وليوسف يعني تدعين اسمه يدعى اسمه يسوع أو تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم وهذا بيتكرر مع ترديد الملاك عندما قال أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فإذن يسوع يهوى يخلص مسيح الرب المخلص وهذه واحدة مش بس مجرد اسم أو لقب ليسوع المسيح منطلقه على يسوع المسيح لكن تحمل في ثنياه وطياته عمل خارق عمل عظيم جدا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص والكتاب أحباء بيتكلم بكل وضوح عن يسوع المسيح مكتوب عن يسوع وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص قال بولوس وسيلة في أعمال عشرين لسجان فليبي آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وقال أيضا بولوس الرسول لأن كل من يدعو يقتبس العهد القديم كل من يدعو باسم الرب يخلص أو ينجو فهذا الخلاص هو خلاص النجاة وهذا الخلاص خلاص من الخطية وهذا الخلاص وخلاص من الدينونة وهذا الخلاص خلاص من الضياع لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وهذا الخلاص من الهلاك وهذا الخلاص وخلاص كامل خلاص أدبي خلاص أبدي أحبائي خلاص كامل من خلال يسوع المسيح يسوع يعني يخلص والخلاص يخلص شعبه من خطيئهم الناس بشرت بأنبياء كثيرون في العهد القديم وحاولوا يحذروا وينذروا الناس ويعطوا تشجيع وبأي وسيلة يربطوا الناس مع الله لكن كل هذه الأمور فشلت فالناس لا تحتاج إلى نبي ولا مصلح ولا رسول تحتاج إلى مخلص فالنموس في العهد القديم كشف وأظهر عجز الإنسان بوصوله إلى الله فالمسيح جاء ليخلصنا من الخطيئة حتى يفتدينا من لعنة النموس ويكتب أسماءنا في سفر الحياة يسوع هو المخلص وهذا الاسم اللي أكتر اسم بيتكرر في هذه الأيام موسيقى 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 موسيقى